السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو دوت نيت دوت كوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها. وقبل اي شيء بشكر سبع تلاف متين وستين مشترك في القناة وبإذن الله نصل للعشر تلاف مشترك ونقدر نوزع الجائزة اللي هي بقيمة الف دولار. فلو حضرتك اول مرة بتشترك معنا وبتشاهد القناة نرجو تفعيل السبسكرايب والانضمام للقناة وهتلاقي اللينكات الخاصة في صندوق الوصف بقناة التليجرام اللي بنقدم عليها مضربات ليكم مجانية بتقدروا تكسبوا منها والحمد لله فتقدر تسجل فيها وتنضم معنا وكتضم لكافة وسائل التواصل الاتماعي. اما لو حضرتك محفظتك اكبر من تمن تلاف دولار تقدر تنضم لينا في المحافظة الفي اي بي الادارة الخاصة بيها عن بعد تقدر تاخد الرقم الواتس الخاص من الصندوق الوصف ايضا وتتواصل معنا ونقدر نفيدك بالاكتبات اللي بتحقق معنا اكتر من عشرة اكس لخمسين اكس وايضا يقدر يكون عندك دخل سابت بيتراوح من عشرة في المية لخمسة وعشرين في المية شهري من قيمة المحافظة الخاصة بتاعتك عن طريق الستيكينج والاكتبات والمضربات. لو بالطبع الوضع مناسب لحضرتك تقدر انك تتواصل على الواتس وتنضم معنا على ان تكون محفظتك اكبر من تمن تلاف يو اس دي تي وتقدر ان حضرتك تشترك معنا وتستفيد من العرض ده. اما لو محفظتك اقل من ذلك فانضم للتليجرام مجانا ونتشرب بيك واستمر معنا في المضربات الخاصة بنا. تعالوا النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا وشيء مهم انتظرونا بعد الفاصل. جعنا لكم جديد عشان نقدر نشوف ايه اللي بيحصل في السوق واخبار الحرب اللي ممكن تقوم وممكن تأثر على كافة الاسواق العالمية وهل هتأثر بجد على سوق الكريبتو ولا لا. فعايزين نقول ان اول حاجة مهمة عندنا في عندنا سبعتاشر الف خمسمية واربعتاشر عملة. الماركت عندنا زاد بعض الشيء ووصل لتريليون وتسعمية مليار سبعمية واربعين مليون ربعمية تمانية واربعين الف دولار. التداول اليومي لازال يتراوح في الخمسة وستين مليار سبعمية وخمسة مليون سبعمية وستة الف دولار. البيتكوين اللي استحواز عليه بشكل كبير جدا لان في ناس بتأكد ان هذه المناطق السعرية مناطق جيدة للاستثمار والتخزين. ولذلك النسبة اللي زادت زادت بـ 42.3 ودي النسبة الممثلة في تخزين البيتكوين. اما الاسريم فهو لازال في موقعه ما بيتغيرش. 18.40% من كامل السوق. التنبيه الاولاني اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة ان الصورة اللي احنا وضعناها في الاول هي صورة مهمة. والسبب الرئيسي في اغلاق التعليقات على القناة هي ان في بعض الاشخاص بيستغلوا صورنا واللجوهات الخاصة بينا. وبيتواصلوا في التعليقات الخاصة بالقناة. وبيوهموا اشخاص انه هما الدكتور ياسر انه هما من الادمن بتوع القناة انه هما اللي بيعملوا الاستثمارات الكلام الفاضي ده. فعايز بس اكد لمرة اخيرة ان حضرتك لو مهتم انك تتواصل معانا. هتلاقي دايما في صندوق الوصفة رقم هاتف. رقم الهاتف ده هو واتس. مستحيل اي شخص يقوم بتقليد الواتس ده. وتأكدوا ان احنا لا نتواصل باي شخص. انتم اللي بتقوم بالتواصل بينا. يعني انتم اللي بتحاولوا تتصلوا بينا. بتحاولوا تتكلموا معانا. سواء اذا كان عن الايميل اللي مفتوح لكل الاخوات اللي هما سواء المحافظة الصغيرة اللي احنا بنقوم بدعمها. او سواء اي شخص محتاج اي مساعدة في اي شيء. او الارتباط بالمحافظ الفي اي بي. وده بيكون رقم مختص ليهم للتعاقد معانا. وفي ساعتها بنقوم باتصال كمان صوتي مباشر مني للاشخاص اللي عايزة تشترك في الفي اي بي. بحيث ان يكون فيه ضمان وفيه تأكد ان هو ده الشخص الموصوق. خلاص ان احنا نزلنا روابط يعني يعتبر المحافظ بتاعتنا اللي مستحيل انها تتقلد. فكل الكلام ده بندهولكم ضمان عشان خاطر يكون عندكم كافة المعلومات. اي حد يتواصل على الخاص? اي حد يقول لك اصلا انا كنت فيه اصلا انا اللي بقوم بالاستثمار بدلهم انا اللي بعمل كزا انا الادمن انا كل الكلام ده. ما تصدقش الكلام الفاضي ده. احنا ما نتواصلش مع اي شخص على الخاص. نيجي بقى للبيتكوين ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. ولكن كان وجب التنويه لان عدد من الاخوة تعرضوا لشغل كده يعني جير جيد. فكان لازم ننبه على اخواتنا بالكامل. نيجي للبيتكوين ونشوف ايه التأثيرات واي اتجاه احنا هنكون فيه. حاليا احنا على الشرط الاربع ساعات. والبيتكوين بيتنقل من جهتين معينين. الجهة الاولى انه هو كان من المتوقع كان من المتوقع ان الشكل العرض اللي انتو شايفينه قدامكو ده انه هو ينزل ويخترق الاربعين الف ولكن لازال البيتكوين في مكان قوي واحنا عايزين نحط عليه علامة. والعلامة دي علامة مهمة جدا جدا جدا. يعني انا لو عايز ناخدها بخط احسن عشان نبشر بشرة حلوة. فانقول الخط الاخدر. بالزلط. خلونا على الخط الاخدر. فانا عايز اقول ان بارح تم الارتكاز على الواحد واربعين ستمية اتنين وعشرين اول لما نزل فيه طلع واختبر التلاتة واربعين. تمام? نزل تاني واحد واربعين ستمية وعشرين. ولازال بيترنح ما بين التلاتة واربعين والواحد واربعين. دايما بنقول إن في السوق لما بنكون متخيلين إن الأخبار طلعة في اتجاه معين بيحدث العكس تماما خلاص طيب الاتجاهات الأساسية وإيه هو تأثير الحرب أنا عايز أقول بشكل عقلاني الحرب يا جماعة تمام لو قامت بين يعني دول ودول معينة أول حاجة بيجي لأي سوق في العالم خضة والخضة دي لازم بيكون هبوط كاسح الهبوط ده تقدر تحمي نفسك منه بتفعيل المانع الخسارة ما عندكش خلفية إيه هو مانع الخسارة ارجع لحلقة البي ام بي فهي حلقة البي ام بي اللي هي خمسمائة وخمسين دولار بي ام بي تمام الحلقة دي بالذات أنا أعملها بعمل يعني بطريقة فيديو بشكل هو كله سبع دقايق هتخش تتعلم إزاي تحمي محفظتك من النزيف ومن الخسارة وتقدر إزاي تفعلها وأنا مفعلها رسمي على البي ام بي ويمكن بعد أما فعلت الموضوع حقيقي البي ام بي نزل للتلتمائة وتسعين فحقيقي قام بتصفية كل البي ام بي اللي عندي ورجع اليو اس دي تي لأن أنا بخش بمبالغ كبيرة في المضاربات وبعد كده لما بدأنا نتطمن أن السوق كويس زودت تاني البي ام بي وحاليا أنا بضرب في حوالي اه اه اتنين وخمسين الف دولار مثلا في البي ام بي هبقى حطولكو صورة محفظة ولكن اه اللي أنا عايز أوصله لكو اني اه ما حصلش قبل كده على سوق العملات الرقمية الناشئ اللي ماكملش حوالي اتناشر سنة وبيتكلم في السنة التلاتاشر الجديدة انه حصلت خلال وجوده اي حروب ولكن اللي قام حرب العالمية الاولى الحرب العالمية التانية حرب مثلا بعض الدول مع بعض الدول فالامور دي بتأدي بهبوط ودايما احنا بنحب نراجع ايه اللي بيحصل بالتاريخ طيب بالنسبة للبيتكوين لو حصل اي حاجة ممكن يكون فيه اتجاه عكسي والاتجاه العكسي ده يكون اتجاه ايجابي وليس اتجاه سلبي فانا لو فلوسي موجودة في عقارات العقار ممكن يقع عليه ساروخ العقار يروح لو فلوسي موجودة في دهب عايزة انتقالات صعبة ومحافظة وممكن حد ييجي يسرق الدهب بتاعي ويمشي طب لو فلوسي في عملات رقمية هنا الموضوع مختلف تماما ولذلك احنا بيمكن يبقى عندنا صدمة لو حصل اي شيء وارد ان يكون يوم 16 فبراير فلو حصل اي شيء يبقى عندنا صدمة في السوق ممكن ناخدها الاول ثم نرتد بارتفاعات ولكن نحلل بقى الشرط بتاعنا اللي احنا واقفين عليه عشان نعرف نقول احنا رايحين على فين الشرط بتاعنا بيقول ان احنا ممكن نوصل للخمسة واربعين الف دولار وده حصل امبارح مرة بملامسة الخط التلاتة واربعين الف تمنمية اتنين وتلاتين تمام بعد كده نزلنا نازلة بعد كده حاولنا نطلع تاني في التلاتة واربعين الف تاني عملنا فيه ملامسة ما قدرناش نختاركه نزلنا ارتدينا من الواحد واربعين الف ستمية اتنين وعشرين وبدأنا نصحح من اول وجديد رجاء تفعيل الستوب لوس الستوب لوس تبقى نفعله رجاء تفعيل الستوب لوس الكلام ده احنا قلناه من مبارح تنبيه على كل اخواتنا اللي موجودين معنا في التليجرام العام او الخاص او حتى المحافظة البي اي بي كلها كل الناس انا اكدت عليهم مبارح بشكل رسمي وبشكل بيخلينا يبقى عندنا حذر لان لو نزلت الاسواق فانت هيكون معك يو اس دي تي في الحالة دي انت هتبقى مليونير يعني نزول الاسواق مش حاجة شر نزول الاسواق دي حاجة جميلة جدا بس جميلة للي معاست يولا وجميلة انك السوق ما ياخدكش وينزل بيك فرجاء نخلي بالنا في النقط دي وتعالوا نلقي نظرة سريعة يعني انا مش عايز اخلي حلقة تبقى طويلة ولكن نظرة سريعة ليه الاسيديم معانا يبقى احنا اول حاجة هنقولها ايما ننزل للاربعين نرتكز على الاربعين او تسعة وتلاتين تمنمية لو نزلنا في التسعة وتلاتين تمنمية هتروح الايجابية اللي في السوق كلها تمام لو استقرنا على الاربعين وعمل ارتكاز يبقى برضو مش بعيد قوي يعني ممكن يبقى فيه لسه اتجاه ايجابي لو بالطبع قدرنا نخترك التلاتة واربعين والخمسة واربعين والتمانية واربعين هيكون فيه دافع كويس جدا للوصول واختراك الخمسين والاثنين وخمسين الف دولار وذلك لان فيه اخبار ايجابية مكسرة الاسواق العالمية بتاعتنا بسوق الكريبتو سواء اذا كان اوبر سواء اذا كان يعني اكتر من كذا جهة رسمية بتتكلم في السوق الخاص بالكريبتو والانفستمنت فيه فاحنا رايحين في اتجاه جيد حاجة اخيرة هنبص عليها في الاثيريوم تعالوا نبص مع بعض نشوف ايه اللي بيحصل هناك بالنسبة لاثيريوم انا هنا شايف ان احنا على خطوط جيدة جدا حلوة الخطوط دي بالطبع كان المحزوز اللي عنده حظ بالطبع جميل اللي قدر ينزل يجيه بالاثيريوم من هذه الارقام اللي حصلت اياما منزلنا على الثلاثة وثلاثين ويعني انا بقوله انت حظ جميل جدا اللي لاحق الاثيريوم عند الالفين مية تمانية وخمسين ودايما كان فيه خط عندنا مهم هو الخط اللي انتو شايفينه ده اللي احنا هنحطه دلوقتي تمام خلينا نغير اللون بتاعه فهناخده كده يبقى كنا عند الالفين ربعمية وعشرة من الالفين ربعمية وعشرة حصل ارتداد بدأ الارتداد يطلع معنا حاليا احنا موجودين في خط مهم جدا بيتمثل فيه دعم الخط ده اللي بيتمثل فيه الدعم القوي اللي ممكن يدفع الاثيريوم تاني في الصعود ويوصله الاربع تلاف واربع تلاف وتمنمية هو عند الالفين تمنمية تلاتة وستين دولار وانحطه بخط بلاش كده ناخد نحاسي عشان يبقى باين برضه تمام فاحنا موجودين هنا الحركة دي يا جماع من الالفين تمنمية تلاتة وستين تمام ليه التلات تلاف تلتمية واربع وعشرين حركة جيدة للمضاربات يبقى انا بديك اهو مضاربة وانت ماشي معايا في الطريقة اهو مضاربة حلوة ايه ممكن تعملها ده للناس اللي بتركزوا معاها في انجان القهوة واعدة معايا فيبقى انت ممكن من الالفين تمنمية تلاتة وستين تشتغل تفعل الاستوبلوس عن الفين سبعمية تمانية وعشرين تخليه موجود عندك او الفين خمسمية وتمانين وتقدر تاخد ربح من الالفين تمنمية تلاتة وستين اللي هي المكان اللي احنا عليه حاليا احنا الفين سبعمية وسبعتاشر وتطلع به للتلات تلاف متين اربعة واربعين ما تطمعش بيع واستنى انزل تاني خد من تحت يبقى انت كل اللي هتعمله هتكسب بس وتجني الربح في الحتة الصغيرة الحلوة دي الكوريدور احنا عندنا هنا الكوريدورة هم تكون ومتجمع عايزك بس تكسب فيه مش عايز حاجة تاني بعد كده بقى اللي بيدور لسه على الاتجاهات اللي ابعد من كده فانا بقول له تمام حلو تقدر توصل معنا للتلاتة سبعمية وربعة وسبعين التخزين بالطبع من على الالفين مية تمانية وخمسين والالفين مئتين للإيثريام انت انسان رائع لو قدرت ولو نزل السوق تاني وما ننساش ان اقوى منطقة ما قدرش الإيثريام يكسرها من زمان هي الالف سبعمية وعشرين الف سبعمية وعشرين منطقة مهمة الف تمنمية وتمانين منطقة مهمة جدا لو نزل فيها الإيثريام شيل منه وعبي وحط عندك في اي لتجار نانو لو نزل في المناطق دي تاني او رجع حتى للالفين مية تمانية وخمسين زي ما احنا شايفين كم من كم يوم عبي وشيل إيثريام وحط عندك في المحفظة وما تفكرش بحاجة كلام بقوله وأنا مسؤول عنه إيثريام بتكوين بي ام بي العملات الرائدة يا جماعة دي احنا بنبقى مسكين فيها بأدينا وسناننا انما العملات اللي هي اللي طلعة والعملات الجانبية احنا بنبقى عايزين ناخد فيها طلعة نكسب فيها نعمل فيها ربح لحد محفظته صغيرة وأنا دهما لما واجهك أقولك خد عملة كذا أو خد عملة كذا أنا مش بواجهك عشان أنا ماسك محفظتك لأ أنا بقولك إيه التطرقات الجديدة في السوق إيه العملات النشأة الجديدة في السوق وإنت عليك اختيار إنك تعمل إيه لأن إنت اللي بتدير محفظتك لما تبقى عندي محفظة فيه ده قصة تانية أنا عارف بصحيك منهم أقولك تعمل إيه عارف إنه بقولك تدير إزاي تبيع إيه تشتري إيه تخزن فين تكتتب في إيه تخش الإكتتاب ده ولا ما تخشش تبيع هنا ولا ما تبيعش لأن فيه اتصال مباشر إنه ما ما جيش أقول خد عملة كذا يا جماعة عملة كذا فيها اتجاه جيد ما يمكن يكون اتجاه جيد لأنا قصد عليه خمسة في المية ماكسب بس وإنت مستني 100 في المية ممكن أنا بقول إن رايح العملة الفلانية في المكان الفلاني وأنا بكون طلعت وكتفيت بأول 10 في المية جني ربح وإنت مستني 300 في المية هنا اختلافات كتير ولذلك أرجو الاهتمام إنه يبقى الواحد عنده قدر معين من المكسب والربح حطه وبلان عشان ما تخسرش كل فلوسك أو محفظتك دمتم في رعاية اللي وأمنه كنتم مع قناتكم كربته دوت نت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كريبتو دوت نت بيتكوين عالم تنح احتراف العملات الرقمية